السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هقول لك النهاردة عن أهم عشر أطعامة صحية لمريض السكر أول حاجة الخضروات غير النشوية زي البروكلي والجزر لأن الخضروات دي ما فيهاش نشويات وما بترفعش السكر في الدم كمان الخضروات دي بتشبع وبتمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والألياف اللي محتاجها الجسم وكمان قليلة في السعرات الحرارية تاني حاجة الحليب والزبادي قليل الدسم لأنه غني فيتامين دال والمؤشر الجلاسيمي بتاعه منخفض تالت حاجة الطماطق بتقلل الإصابة بأمراض القلب والسرطان والعيون وغنية بالألياف وبتنظم مستوى السكر في الدم علشان غنية بعنصر الكروميوم رابع حاجة التوت البري غاني بمضادات الأكسادة والمؤشر الجلاسيمي بتاعه منخفض فبيقلل الارتفاع المفاجئ والسريع لمستوى السكر في الدم وبالتالي بيحافظ على توازن السكر في الدم خمس حاجة البرطقان والحمضيات لأن المؤشر الجلاسيمي بتاعها منخفض وكمان غنية فيتامين سي وغنية بالألياف لكن يفضل أنك تكلها كصمرة مش عصير سادس حاجة الأسباك الدهنية زي السلامون والسردين والتونة لأنها غنية بالأوميجا سريع اللي بتقلل الإصابة وأمراض القلب والشرين وكمان غنية فيتامين دال سابع حاجة الجزء المكسرات لأنه غنية بالماغنيسيوم والألياف والأوميجا سريع مؤشر الجلاسيمي بتاعها منخفض برضو تامن حاجة الفاصولية والبامية لأنها غنية بالألياف والبروتين مؤشرها الجلاسيمي منخفض وبتزبط مستوى السكر في الدم تاسح حاجة الليفت لأنه غني بفيتامين ألف وفيتامين كاف عشر حاجة العدس والشعير لأنها غنية بمضادات الأكسادة والألياف الغير قبلة للزواج دي أهم عشر أطعمة صحية لمريض السكر بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك ما تنساش تعمل لايك للفيديو ما تنساش تشيره لغيرك عشان غيرك يستفاد به ما تنساش تكتب لنا في التعليقات تحت لو عندك أي سؤال أو اقتراح أو استفسار وهنرد عليك إن شاء الله بتمنى ليكم الصحة والعافية كان معاكم دكتور طريق تركي استشارك راحة العزام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته